تواصل الشرطة النسائية بوزارة الداخلية عطاءها وتميزها واحتفالا بيبيلها الذهبي حققت الشرطة النسائية إنجازات بكفاءة عالية والتي تمثلت في التواصل المباشر مع المجتمع المدني والأهلي تفعيلا لمبدأ الشركة المجتمعية تواصل الشرطة النسائية بوزارة الداخلية عطاءها وتميزها في كافة المجالات حيث عملت على خدمة المجتمع وحماية كافة المواطنين والمقيمين من خلال دخولها برامج تدريبية سعيا لتأهيلها للاستجابة بسرعة وبكفاءة عالية لمتطلبات الأمن والسلامة تشهدت مملكة البحرين مشاركة فعالة من قبل العنصر النسائي في تعزيز الأمن والأمان كما شاركت فيه توعية أفراد المجتمع من خلال تطبيق برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والتعامل معه مختلف المجالات الأمنية كالتحقيق والتفتيش وعلى أثر ذلك فقد حققت المرأة البحرينية حضورها المتميز وعطاءها القوي في مجال عملها أولد وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بها حتى أصبح الجزء لا يتجزأ من المجتمع فنرى دورها الفعال في مكاتب القضايا الأسرية وخصوصا القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وكذلك كانت لها مساهمة ملحوظة أثناء تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين والمقيمين بعدة لقات لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره كان لها دور بارس في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من حيث تواجدها في الفعاليات والاحتفالات بحيث أنها كانت تتعامل بشكل مباشر مع الجماهير وفي نفس الوقت كانت تساهم في عملية حفظ الأمن والنظام الشراكة المجتمعية مبدأ تعمل شرطة خدمة المجتمع على تحقيقه وتعزيزه عن طريق فتح قنوات التواصل المباشر بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني في سبيل الوصول للاستقرار الأمني بخدمات متطورة وجهود مثمرة ترجمة نانسي قنقر